إنجاز كويتي متميز واختراع يوفر حل للعديد من ذوي الإعاقة وكبار السن وهو كرسي متحرك للمعاقين يسهل حياتهم ويمكنهم من القيام بالكثير من الأعمال والتحرك بسهولة وفي إطار دعم الجمعية الكويتية لدعم المخترعين لهذه الإنجازات رحب معكم اليوم بالمهندس المستشار أحمد الجعفر مخترع الكرسي المتحرك للمعاقين وكذلك بالمستشار فيصل المتروك مستشار أخصادي في جمعية دعم المخترعين نقول لكم يا صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا حياك الله الساعة المباركة نبدأ معك مهندس ولو تكلمنا في البداية عن هذا الاختراع الذي شفناه قبل شيف التقرير بسم الله الرحمن الرحيم الكرسي هذا طبعا خلينا أقول لكم منين يأتي الفكرة حتى يعني نوصل للهدف الفكرة أن يأتي أنا عندي ثمان براءات اختراء في مجالات متعددة لكن في يوم الأيام قاعد معي زميل وأخ يشتكي من حالة هو يمر فيها أن والدته سمينة شوية وكبيرة بالعمر وعندها شاشة في العظام ما تقدر تروح للحمام تقضي حاجتها فكان يعاني من أن يحط لها طبعا الحل الوحيد هو الحفاظة فكان يبحفاظتين يلزقهم بعض ويلف عليها ولأنها كانت سمينة كان يضطر يحط لها رافعة شوكية يدوية حتى يرفعها قليل على الأرض فكان يعاني معاناة كثيرة عدى الدمامل وعدى الأمراض التي تصاحب وجود الحفاظة فيما كان يقول له الكلام يعني أنا تأثرت جدا صراحة وتعارف المخترعين أو اللي عندهم أفكار يبيلها بس شرارة فهو كان الشرارة اللي خلاني أفكر في كرسي المعاقين فبالتالي قعدت أفكر أنه طيب أنا عملت اختراعات في مجالات معينة طيب الشريحة هذه اللي قد تكون أمي أمك أخوي أختك أخوي حتى إنسان يكون صغير في العمر مثلا وفي حادث راحة ريولة طيب هذا شون يقضي حاجته فما أمامه إلا الحفاظة وما أدرك ما الحفاظة سعر وتبديل الحفاظة والأمراض اللي تنتج الحبوب الحساسية اللي تجب الحمى فقعدت أفكر في قلت ليش ما أنا أسوي شيء ففعلا والله الحمد والفضل منه لله سبحانه وتعالى قعدت يعني حوالي سنة وأنا أفكر فيه لغاية ما ففعلا صممت شاصي كرسي عريض يتحمل أوزان كبيرة واشتقلت فيه إلى أن أنتجت فعلا كرسي للمعاقين اللي ما يقدرون يوصلون الحمام بأنفسهم بأرجلهم صحيح واللي يحتاجون للحفاظة أو تكرم القصرية فسويت هذا الكرسي ولا الحمد يعني صممتها وسويتها عبارة عن كرسي راح ندشي أستاذ بالتفاصيل يعني يقعد على المعاق ويفض بطنة ويتقسل ويتنشف بدون مساعدة أي شخص منه أحد كلمك شرع عن تفاصيل كرسي وحق منه ويحتاجونه اليوم وتحديدا يعني كشنه قاعد يسهل على الناس بالضبط من خلال الأسئلة القادمة لكن أستاذ ودي في البداية أعرف منك أيضا عن دور الجمعية اليوم في دعم المختلعين الله أحمد رحيم شكرا لكم هذا اللقاء الطيب أم لا أحاول أن أبدأ معكم أنها جمعية الكويتية لدعم المختلعين هي جمعية نفع حام وسستة في 2016 ترأسها الدكتورة فاطمة الثلاب ومجموعة من المختلعين هدف الجمعية ورسالتها أنها تلم المختلعين فالإنسان أو الشباب أو الشابات لديهم مختلع وهذا الاختراح عبارة عن شهادة فهي تحاول أن تنقلهم أن هذه الشهادة من أنها ورقة إلى مشروع يتم تأسيسه دائماً المختلع يفكر أنه شون يفكر في اختراعه بس هم محتاج يكون عنده ثقافة اقتصادية استثمارية شون يحول هذا المشروع من مشروع من فكرة إلى مشروع ممكن أن ينزل بالسوق طبعاً بالسوق فيه تحديات كثيرة معانا مثال جيد جداً مثال الكرسي المكرسي لأصحاب العاقة هو كرسي ما فيه مثلها موجود بالدليل أنه عنده شهادة افتراع موثقة من الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكرسي فيه مجموعة أعمال تتم في نفس الوقت فهي الساعد الموجودين أنهم يقضون حاجتهم بدون ما يكون عندهم مساعدة من آخرين وبالتالي توفر عليهم الجمعية كان لها دور أنها لما درست هذا الموضوع وشافت أنها فرصة استثمارية تم عقد أكثر من اجتماع وتم وضع خطة تسويقية شنون يساعد المستثمر أو المخترع أنه يستثمر هذا الاختراع طبعاً المشاكل اللي واجهونها المخترعين مشاكل عدة أولاها التموين المالي والتالي نحن قاعد نحاول أن يكون هناك في صندوق يموّلهم بالفعل هناك صندوق للدعم مشروعات التغرم والمتوسطة والصندوق صراحة المهندس أخذ منهم مساعدة بالفعل هم عنصر عامل وأساسي جيد ومشاء الله يعني يمولون من المشروع بس نحن نتكلم على بقية المستثمرين أن يكون عندهم هذه العملية كذلك جمعية تقوم بعمل بعض الندوات بعض الدورات حق المخترعين لتثقيفهم للاستفادة من اختراعاتهم فالجمعية لها دور أنها تحاول تنقل المخترع من الفكرة إلى الواقع نعم بالفعل وهذا الدور اللي نحتاجه نحن اليوم في المجتمع من خلال دور جمعتنا في العام في دعم أصحاب المواهب يعني لاختراعات أستاذ ودي أيضا أتطرق معاك إلى أهمية هذا المشروع اليوم للناس أو من الأشخاص اللي ممكن يحتاجونه أو يروحون يشترونا اليوم وشين راح يوفر عليهم من وقت وجهد أستاذ الكريم الكرسي هذا صمم بين قوسين لمن لا يستطيع وصول إلى تكرم الحمام بقوة ذاتية أو على رجلة وبالتالي يحتاج إلى الحفاظات أو القصرية وكلاهما كسر لشخصية الإنسان لآدمية الإنسان لكرامة الإنسان فتخيل الإنسان لما يعني عفوا أن ينام على الأرض وهناك من يلف ويشيل يقوم برعايته يعني لي كي يعني أنت ولدك ولدك إذا قالت لك زوجتك يعني هي مشغولة قالت لك أفلان بدل حفاظته وهو ولدك يعني فيها أمور يعني روائح وكذا فضلات فما بالك الإنسان الكبير البالغ اللي بياكل أي شيء هذاك يأكل حليب وسرع لك وتلقي ريحته أما الإنسان العادي يأكل أمور كثيرة فبالتالي فضلاته يعني تكرم كثيرة كبيرة ذو روائح فهذا الإنسان أنا شفت والله يمر عليه ناس يعني يقولولي أن ينام بالغرفة ويسك الغرفة على نفسه ما يبشوف أحد وأنه يتعامل مع خدم معينين ويكرمهم لأنهم يقومون بغسيلة وتنظيفة وهذا ومهما قاموا فيه ما رح يقسلونه غسيلة ما مسح بالهذه وما يترتب عليه من حساسية ودمل وأمراض وسعر الحفاظة مو سعره بسيط يعني سعر ثدها نير ونصر الحفاظة الواحدة يعني 60 سانتي ب50 سانتي فهذا الكرسي رح يرجع الإنسان كرامته وآدميته وينخرط بالمجتمع مع بعض يعني ممكن هذا الكرسي يقع يصير في الصالة وينجد في نفس الخام الموجود وشكل أنيق وكبير هذا الكرسي ما صنع حتى وقت الحاجة يستعملها يستعملها طول النهار لأنه فخيم وعريض وسفنج وممكن حتى ياخذ لقفوة ينسدح الكرسي فيه طاولة طعام طاولات جانبية يعني فيه كل احتياجات اللي يحتاجها كل احتياجات حتى الشاحن ما التليفونه ما يقول يبولي شاحن فيه يو اس بي فيه واي فاي يسمع قرآن يسمع كذا فأرجع أنا يعني أنا تخيلت أنا المعاقب أنا شنو أبي حطيت بهذا الكرسي من كبير عميق فخم مريح جدا فيه كنترول بانيل يقدر يستخدم اليابي هذا الكرسي لما الإنسان يعني يقعد عليه طبعا ثوبة من فوق وما حداري واتز اندرنيث أو تحته فيه تحته فيه حمام من السيراميك نفس الحمام من السيراميك الموجود في البيوت بإنما مصغر هذا الكتروني كهربائي هذا يعمل بالماء بضغط الماء نعم وهو قاعد أي وقت يحس بأي احساس يعني السوائل أو كذا ما حداري عنه الحمام من الداخل فيه تانكي ماء طبعا الإلكترونيا يسحب الماء ويدخلها بالحمام دواما يتكرم ينزل الفضلات إلى آلية طحن فيحول الفضلات تصلب إلى سائل 100% ويضخها إلى أقرب مصرف حمام عبر هوز يفتر من وراء القنفات إلى أقرب حمام فبالتالي البعاق أو المسن أو ذو الاحتياجات الخاصة يفض بطنه ولا أحد دار عنه ولا أحد ساعده في الموضوع بالتالي فيه عنده رشاشين ماء يكبس يقسلونه من وروج الدام بعد ما يتغسل يطهر نبي نشفه مو معقول نقوله قوم خل نشفك أو فوطه لا لا فيه دوامة من الهواء الدافي يمر من تحت جسمه وينشفه تماما قد يسأل واحد يقول طب وين روايح الروايح أصلا ما مداها تطلع لأنها راحت ولكن إن بقت في روايح هناك شفطة تشفط الروايح توديها عبر فلاتر فحمية خاصة وتطلع الهواء نضيف فإذا هذا الكرسي المعاق طلع من غرفته من عزلته ودخل بالمجتمع يشوف عياله في يوم اليمعة ويوم القعدة وهو قاعد على كرسية يقضي حاشته ويتنظف ويتقسل ولا أحد يدرع عنه لأنه أصلا كله فهو قاعد يسهل يوم على الناس بكل النواحي وما أعتقد غفلت عن نقطة معينة كل النقاط غطيتها وكل احتياجاتهم طبعا أنت أخذتها من واقع خبرة وسألت الناس اللي يحتاجونها طبعا أنا في الواقع علشان أنا أسوي هذا الكرسي لازم أعرف شون احتياجات العالم رحت على دارة المعاقين والمسنين وشفته الأعاقات معينة قلت له أنت شنو شنو معظلتك شنو شانو قال لو إيدي مكسوسة ما يهمني لو أنا يصير اللي يصير لو واحد يوكلني ما يهمني بس أني أنا أنسدح الأرض أتمنى الموت ألف مرة في اليوم لأن كرامتي أداميتي نعم وهذا أنا أعرف كذلك من الأستاذ الفاضل اليوم هذه الاختراعات اللي قاعدة سهلة على الناس يعني وأنت ذكرت أن هذا الاختراع الوحيد في العالم يمكن ولأنه ما في منه فيعني هل لكم أنت صلاة في دول برة ممكن أن نتساهمون في نشر هذا الاختراع أو تعاون مع الجهات أخرى؟ والله سؤال ما يجدل طبعا أن أستاذ الجمعية لما شافت هذا الاختراع بالاجتماع مع المهندس المستشار أحمد تم تشكيل لجنة داخل الجمعية من المختصين من الأولى السيدارة تم زيارة المصنع حيث فوجئنا وليس فوجئة يعني هي مو مفاجئة كثير ما هو كان استمتاع أننا شفنا مصنع يعني يبدأ من الألف إلى الياء داخل المصنع وفي خط سير للمنتج يبدأ من الشاصي القاعدة وبعدين يمشي خطوات وفي أشخاص قاعدين كل واحد يضيف الجزء اللي عليها بنحاول الآن ننقل هذا الاختراع إلى المستهلك أن الناس تشوفه خلال لجنة عملنا خطة عمل لتسويقه بالطيقة المباشرة وبالتالي حقيقين يعني هالمرحلة لازم نقدم الشكر حق مركز صباح الأحمد ومهب الإبداع لأنه هم اللي يساعدوا في نشر في المركز هو اللي يساعد المخترعين في براءة وإشتراع في إصطار الشهاد هو اللي يتحمل كل تكاليف يدفع تكاليف ويدفع فالمركز صراحة نتعاملنا معاهم والمركز الحين صراحة بيصدد أنه من خلال التعاون مع المستهلك والتقدم العلمي راح يتم يعني شراء مجموعة من الكراسي ويتم توزيعها للجهات اللي تحتاجها مثلا خنقول مستشفى العظام دار دار العجزة الأماكن اللي ممكن تسمعه وأنا أعتقد أنه نقلها إلى هذه النوعية راح تكون يعني إلى هذه الأماكن الناس لما تشوفها راح تبدأ صحي يتعرفون عليه ويعرفون أهميةها نحن نحاول أن نكون حلقة وصل للمخترع ما بين اختراعه وما بين السوق اللي هو يحتاجه ونساعد كذلك في تقديم بعض الاستشارات المجانية لأنه نحن بالنهاية جمعيتنا في عام نحاول أن نستفيد على أن الله جمعي يستفيدوا من هذه العملية وأنا أعتقد أن حتى الصندوق الكويتي للمشروعات السقر المسوسطى ما قصروا وتمعوا على تواصل دائم 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 معه نعم نعم وقاعدين يساعدون في إعطاء التمويل اللازم نتمنى بالحكومة بالأخير أن صراحة هذه الرسالة ممكن وجهة الحكومة أن يكتمل نظر إلى هؤلاء أشخاص من خلال توفير يعني توفير أراضي لهم يعني بالنهاية الجزء الأكبر من التكلفة التي تحملها المبادر هي الأجارات أو وجود أرض وبالتالي إذا ما في أرض ما نعطي يأجر مستوى الأجارات عالي يعني تحجي على مبلغ قد يأخذ نسبة كبيرة أنا أعتقد أن هناك دور كبير للحكومة وحتى أخبار كذلك التعاون مع الهيعة للصناعة أن يكون توفير أراضي حق المخترعين بحيث أنهما يضبقوا احتراعاتهم وأنا أعتقد أنها بالنهاية تكون حاضينات بمعنى أنه ليس شرط أعطيه للأبد أنت تعطيه طالما أنه مشروع قاعد يمشي وممكن تحدد لفترة خمس سنوات وعقوبها يعاد تقييمة إذا كان هذا المشروع قاعد يؤدي فائدة وذا ما يؤدي 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 بواحد بدلة وبالتالي أنت ممكن يسوي فيها نوع من التدوير وهو ممكن بعد خمس سنوات يقولك لا والله خلاص أنا مقفت على ريلي أنا ممكن أدخل مكان ثاني وأوسع في نشاطي أنا أعتقد أن هناك محتاجين أن يكون في دور الحكومة في تشجيع المبادرين أتمنى أنه هناك صراحة أمانة كلمة حقته قال هناك دراسات كثيرة وهناك أفكار مطروحة سواء عند مركز صباح الأحمد أو عند محدة الأبحاث أو وجهات أخرى فيه كلام ولكن هذا الكلام أنا أتمنى أن يصل إلى أرض الواقع ويتم تخصيص أرض أن تسميها سينتيفك بارك يسمونها أي شيء يحطونها أي مسمى بس بالنهاية خاصة المخترعين وأي واحد يخترع أو عندها فكرة اختراع يروح بالأرض هذه تحيز من هذا المكان ويكون بناء على خطة عمل وعلى دراسة جدوة اقتصادية وتعطي فترة معينة يثبت فيها العملية أنا أتمنى أن هذه ترى النور وأنا أعتقد أن تجربة المهدد مستشار أحمد خير دليل على ذلك يعني هو أخذ أرض في جنوب في أسواق القرين أجار طبعاً أجار يعني يعني أجر المصنع وقاعد يشتغل على المصنع أنا أعتقد أنه هنا أي دور الدعم وجمعية قاعد تحاول تكون حلقة توصل ما بين المخترعين وما بين الحكومة نعم قواكم مالله أصلاحكم صحة العقيد المهندس أيضاً ودي أعرف منك يعني هل طبعاً بديتوا بالتسويق مثلما شفنا الفيديو أنا أكبره شوي وحطيته إعلانات هل استقبلت الصلاة من برد الكويت مثلاً ناس يسألون شلون سويت أبنى أنقل عندنا الفكرة هذه هو سؤال حلو جداً أنت عشان تسوق وعشان تطلع أكو مثل دائماً يقول يالت غمز بالظلمة من شايفك عشان أنت تطلع بالسوشال ميديا وتعلن هاي فيها تكاليف تكاليف تبي مندوبين تبي ناس يطلعون يشرحون كتيبات هذه كلها تكاليف فهي التكاليف المادية يعني هي اللي مقيدتني شوية ولكن نتأمل الصندوق الوطني بقيادة الجديدة الآن الأستاذ عادل الحساوي واللي اجتمعنا فيه أمس وأبدأ استعداد وتسهيل الأمور بشكل يعني أنا ما توقعت منه فأبدأ استعدادها فإن شاء الله لما تكون المادة موجودة وما في عندنا رح نطلع بشكل أوسع نعم أنا ودي بس عشان الوقت داركت أنا ودي منك أن يهم كذلك فيه شغلة بس ودي أذكر أن الكرسي اللي سوناها أنا الثابت المنزلي سويت كرسي ثاني نقال يعني هذا المعاق قبل أن يكون معاق تروح ريولة بحادث أو شيء فيه عجلات ايه فيه كان يروح البحر يحدق كان يروح المولاة علشان أنا أطلع من البيت ومن هذا القفص سويت كرسي ثاني portable نقال حمامة وقسيلة وكله فيه ويطلع برا ويتمشى بالأسواق قد يروح عمل ويداوم في أحد الوزارات يرجع ردة من هذا إلى المجتمع يداوم في وزارة يداوم في وزارة الصحة في أي وزارات يروح يتمشى يروح يشتري أقراضه بنفسه ما يتكل فأنا بهذا الكرسي الثابت المنزلي والمتحرك طلعت هذا المعاق ودخلت المجتمع مرة ثانية ينخرط في المجتمع ويؤدي رسالته في هذا المجتمع نعم فيه عجال نخلص كلمة أخيرة من أستاذ فيصل وكذلك كلمة منك فنبدأ مع أستاذ فيصل نربط الدعم بحيث أن يتم الدعم هذا أن يصب في المكان السليم له وشكرا لها بقرات المجلس هذه المبادرة الجميلة نورتونا الله يسلم أنا أشكركم فعلا على هذا اللقاء ولكن دائما يعني يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله فأنا يعني ودي باقة شكر أقدمها لأناس فعلا يعني أدعموني مثل الأستاذ عادل الحساوي اللي من أول لقاء يعني كمدير جديد على طول استدعاني وقالي شون صعوباتك ووعدني بك ألف خير أنك كل شيء عمد والشكر موصول الأستاذ منافل منه في المدير السابق اللي فعلا كان يبدل جهده ويزورنا بالمصنع ويعني يحتوينا الشكر موصول لمدير عام مركز صباح الأحمد دكتور عمر البناي اللي حتى لما انتهت مهمتك براءة اختراع وعمل البروتوتيب لا زال يدعمني ويدور لي على كل المسؤولين أن يساعدوني الشكر موصول للدكتور عدنان شهاب الدين مؤسس تقدم العلمي اللي فعلا هو يدعم المخترعين والعلماء والجميع ما يخلي بجال إلا إمني والشكر الأخير المتوج للاستاذة الدكتورة الفاضلة دكتورة فاطمة ثلاب رئيسة جمعية الدعم المخترعين والتي يعني ترجمت دعم المخترعين على أرض الواقع أكيد طبعا كلها والله أنا شاهدتي مجروحة فيها يعني ليل نهار وكأن ما في اللانة يعني تدعم تساعد كانت عندنا ضيفة بالمناسبة من قبل الفترة أشكر فيصل ما تخلي مجال يعني فعلا أنا شاهدتي بجروحة فيها والله إزاها خير ومنها للأعلى وأشكركم على هذه الرحلة الجميلة وإزاكم الله خير قواكم الله وشكرا اللي وجودكم معنا وأنا جدا سعيد اليوم في مقابلتكم وهذا الاختراع الجميل سوف يصابتنا بخاطر تقول شي بعشرين ثانية أنا أعتقد أن هذه فرصة حق المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال أنها يتم النظر إلى هذه الاختراعات كفرص استثمارية وأنا أعتقد أن يتقصد فيها مستثمرين من النشاط الاستثمارية أو من البنوك أو من المستثمر على المهندس موجود والمسجال والاختراع موجود أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات نعم ببن الله كل شكرا لكم وعصارتكم الصحراتي وأنا جدا شكرا لوجودكم معكم شكرا لكم شكرا لقناة المجلس شكرا لكم مشاهدينا بعد الفاصل لقاء آخر في كويت اليوم خلكم معنا